يا أخيراً يا حبيبتي اتقفل علينا باب واحد أنا وانت مبدعياً نزل إيدك كده وبطى شغل اتواسات الحقيلك وانت بتعمله زمان دا اتواسات ايه انت مراطي ده مش مبرر انك تغشاني انا اغشتك ايوة قلتلي تعالي شوفي ماما عشان تعبانا شوية وجيت مرقتش حد انا طبعاً متخيالي اللي هيحصل بعد شوية انت جنت لازم تتخيالي اللي هيحصل من الاول هو انت فاكرة الفرح والطرطة الخاص ادوار ديلي عادي عشان نتبسط شوية وخلاص طب ما احنا هننبسط فين ايه المشكلة بص انا ما كنتش عايز اضرابك بالشلوت اسفل احلامك بس انت اللي اضطرتني الكنت ايه التعبير دا الليلة الموعدة اللي انت سفف لها مصة شوية بالشام دي انت هتقضيها في فك البنس اللي في شعري حبيبتي بنس ايه انت محجبة اصلاً مرشقة شعري بنس ساخت الطرحة ملكش فيه ماشي نص ساعة فكي بنس مش قضية وهي فرصة نتعرف اكتر على بعض هتقدر تفك 4000 بنسة فمصة ساعة بس انت شعرك يستوعب العدد دا انا كده بدل ما كنت هقضي شعر العسل في راس شيطان هقضي في راسك انت مش راسي بس كل حتة في جسمي مترشقة بنس ليه شزايا كون بلد بنس دخلت في شعرك انت بتحب التين الشوكي لا ينفع تاكل التين الشوكي بسهولة كده من غير ما تتعب ما بحبوش لازم تعاني شوية تعاني ليه انا ما بحبوش وما تبوز ليش الامثلة بتاعك تاني لو سمحت حاضر في حاجة كمان لازم تعرفها ايه هي انا متقلبة المزاج جدا كل الستات كده انا غير كل الستات انت ستة ستات انا مش عاجوزة للدرجات انت بنت البنات مفيش حاجة اسمها كده انت زفتة الزفتات مبسوطة كده اوكي بلقني نعم شفتت صدمت ازاي دي لسه اول بروفت هوا البني وبينك عود نفسك انك هتسمع الكلمة دي كتير بعد الجواز حاضر انا بحب ممتي جدا ربنا يا رحمة مش معنى انها ماتت انها تخطفي من حياتي هنروح لها القرفة كل جمعة ونوزع على روحها قرص ما بحبش القرص هنوزع على روحها بتيب ومربط الفراولة مش هنروح المكوبر ماما ما دفانتش اصلا اتحنطت هقدك ونروح لها المتحى في المصر كل اسبوع لا ماما ما كدل انا في البحر الاحمر وبصريكها ما كيعدش من ساعتها ليه كانت بسفرة اليونان هجر غير شرعية بدأتت الطريق على مامتي لا انا اسف انت بقى كجوز ينازم اعتمد عليك في كل حيا صح هفكليك البيناس والله مش هسيبك كده عايشة بينا مش هيبيناس بس عايزة اي تاني كيدور على سمكة الاشر اللي قالت ماما انت معنى ما السمكة دي بحاجة يأ بس معنى ماما ما الله يرحمه الله يرحمه حاضر عايزة اكتوري لك تفكرني بذكراتي ما هذا ازاي ارقصلك فهو انا مامرق اصن ما انا مش عارف اعمل ايه هتعمل ماما حاضر هحتويك وهبقى احنين عليك ومش هزع عليك لا ده حدد سهنة عمرا فاسا ممكن يعيز كده عادي ام لين انت عايزة ايه تعمل ماما حرفيا تلبس لي ازدل في بيتل تسمى نفسك الحق عطيوت ده سيكشوال فانتزي لا ده نستولوجيا مجثدة حاضر هلبس ازدل واسم نفسي الحق عرفوك عفيات عطيات اوكي طمعني عايزة اسألك سقين اتفضلي لو صحيت في يوم دي ايتي فاكوما نسيت ان النارده ستة بطور والناس رايحة شغلها عادي ده يبقى ايه دي تبقى كارثة ازاي يوم تريف زي دا يتنسي شكرا اتفضل ورق دي دي فيها ايه كنين اعادي رسمية ببات علوكتنا دي كتير قوي احنا ما كنش بلي من طرق وكباري في فترة الخطوبة يعني ميرسي طلقني مادس يا بنت الهابلة بقى معلش حبيتي الكلمة دي قوي الورقة دي فيها ايه تاريخ اول لايك عملته لي على الفيس تاريخ اول مسجي بعدته لي على الواتس تاريخ اول مرة حطيتك على الهلد عشان اتقرأ تاريخ خطوبتنا وتاريخ جوازنا تاريخ وفاة ماما وتاريخ وفاة الاكس بتاعي وانا احتفل بتاريخ وفاة الاكس بتاعك ليه لازم تشارتني انتصاراتي هو انت اللي قتلتين لأ بس كانست علي كل جوامع البلد واطعمت 3000 مسكين وخلتهم يدعوري ويدعوا علي انا ما عنديش اخلاق في النهاية تخد بالك بص ما عنديش اخلاق في المطلق حاضر انا موافق على كل الكلام ده عايزة اقولك حاجة كمان قولي انا رسميلك صورة مسلية في خيالي اسمع مسالية انت صح بس ما تعودش نفسك تصخح لي حتى ولو البعض انا قاسر ما ينفعش تشوه الصورة دي وتدخل الحمام في اي يوم من الايام طب اتصرف ازاي البس بامبرز مش مشكلتي ومالو البس بامبرز بس مين اللي هيغيرلك انت لأ انا بقرأ خلاص هبقى غيرلي نفسي ما انا كبرت برضو ممكن اعتمد على نفسي وبعدين مش عايزة تعيوك ميرسي بلقني يا بنت الصارمة انا اسفة نفك البنس بقى انت كده وافقته على كل شوتي اه وممكن امدلك على ورعة تيعني انت مش مدايق مني خالص تيعني انت مش مدايق مني لا طب اصف ايام ان حق بو النوى ابو سيدة اتبارش انحرات دفت مورتي انا بنت اناس واللوين انا كنت تعيزة اكل البلوية بس صور اشوية مع اصحابي ونفت قمصورة باكنش فتجمارة والله ان الموضا حيو سعى او كده ابو سيدة بو النوى عمات برني زي افتق وين اعيش ادام تبطره رونك ابو سيدة اعيش ادام تبطره رونك